السلام عليكم مرحبا للمنوم سلسلة نحاول ندري المستوى المستوى الأول في الذهاب في كل أنت نقدم مقارنة في الواحدة الامر نقدم الحرف ونقدمه A صافي في الواحدة كلها نقدمه M و A M في دوثمين و A في دوثمين يعني جوج للأسابيع نمسي الواحدة الثانية حتى هي نقدمه جوج للحرف ونقدمه B وهكذا دولي حتى كي سلي العن نريد أن نرى كيف تقدم هذا هذا كيف تقدم في المستوى الأول ونرى على سبيل المثال لالكتور بالنسبة M أو الفنم ونرى كيف تقدم في دوثمين يعني في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني المعدل الحصص كل أسبوع يكون لدينا جوجة الحصص سيكون هنا في الفيديو الولو فيديو عشرين أو واحدة عشرين في المستوى الأول وكل ما يخص بالتوزيع الزمني والمداد إلى آخره ونرى الفيس بيداغوجيك كيف تقدم كيف تقدم ونرى الفيديو الحصص أو تقدم ينطل في المستوى الأسبوع ونرى الفيديو ونرى الثاني من بعد قلت لماذا نديره لكي نتعنه في هذه الاجتماعات الابجكتف اعقلوا هذي الابجكتف جدا يغرق مهمين كيش فيما كان الحرف اللي غيرت وكنت في المتحان هذي الابجكتف كيبقرن فيكسين إدانتي فيه الفنام م الهوغرافم أم كان فرق بين الفنام والهوغرافم فاش كان اراد شيء تعرفنا عليه في اللغة العربية صوامت إدانتي فيه إلير دي سيلاب كنتنا م أ لغرافم أم دائما كان جمعوا كل هدف كيكون مشترك بين الفنام م إلغرافم أم دائما إدانتي فيه إلير دي سيلاب كنتنا لفنام أم إلغرافم أم لير دي مو من بعد يعني بحل لك نمشيوا بتدرج أولا كي يعزل وكيتعرف على أم و أم من بعد كيستخرج وكيقرع المقاطع اللي كتكون من أم و أم من بعد كيقرع ديمو اللي فيهم لفنام إلغرافم أم لذلك هدو كيبقى في جميع لفنام 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 حروف ديال اللي كتير كنا بدلو غير هذا إلا عندي أ هنبدل هاد م و أم بأ إلا عندي هنبدل 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 الوسائل الديدكتية دائما كنخدم بلوليف ريديو و كنخدم بلزيماج كنخدم بلزيماج إلى آخر أي وسيلة تخدم بها ذكرها طبيعة الحال لا أريد أن نقوم لكم الجوال هنبدل 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 مراحل بطريقة مختصرة هنبدل أنت أستاذ أما دائما الجانب المتعلم رأيك نقول داك شيء يجب عليك المتعلم اللي 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 غيبان إلى آخر ثلاثين دقيقة الأسبوع الأول أول مرحلة هي ميز 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 المتعلم ميز أرجوك أن أعطفهم من الأجهة هل يمكننا النسيطة الذي يمكنك أن يساعد لك أعطفهم على عمليات المسابقة وشكوم بسيطة وللغوية الرسالة ونحن يجب أن نعرف على المتاحة أجهة دائما هنا في المستوى الأول كان يكن إلى علاقة بين التأسيين والتحلم هذه المصطلحات ولكل ممتع Zak النية بعد ما يدعوها فيiskt把它m Ouch قراء بالکلم Ев الإستجاب كيف تستكشف هذه الحرفة؟ بعد ذلك، كانت تستكشف هذه الحرفة؟ إذا لم تكن أعطيك م لم تكن أعطيك الحرف م لم تكن أعطيك كلمة أخرى سوف تقول هذه و سوف تبدلها بممو أو كامل بشي كلمة التي تفعلها مثلا أعطينا ب سوف تقول بشي كالأخوة سوف تقول بشي كالأخوة ن Såوف تقول بشي كالأخوة 어야 بممو المترجم أجل أن تعرف على مسمة أم جاءوا بالرسبة لم يجب بممو لا أعطي كلمة كلمة يجب أن نسمع معك لا يوجد الكلمات لا يوجد الكلمات نقدم كلمات أعطي واحد ثلاثة كلمات و أقول له إستخرج لي فونم أم صعبة هذا هو الأساس فونم أم و أم هنا و تكتب الكلمات بعد ذلك أتعلم 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 بعد ذلك أتعلم أكتب مثلا صعبة أتعلم 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 فهذا فاش كي يسمع ذاك أم كي يصفقه عنقول لهم تنظامي إلا فيها أم غي يصفقه كلاس ما فيهاش أم غي يصفقه كامال فيها أم غي يصفقه إيكول ما فيهاش أم غي يصفقه إلا آخرين يعني كي يحاولوا هاديرا اوديتيف يعني هاد الشي كامل سمعي يعني ما زال ما كي يقراش كي يسمعه فقط كي يتمده فقط على السمع كي يسمعه فقط كي يسمعه فقط كي يسمعه من بعدها نقول لهم أعطيوني أشي كلمات أخرى كي أعطيوني أشي كلمات أخرى كي أعطيوني أشيك وانت ماشي مطالب باش تكتبوني حيث هذا الشي وهذه واحدة لكوانصين خاصة بالمتعلمين سوف يحصلوا إلى ميزون سيتياشون سأل بحال أبصي غواص من الديكوفيغت نفس الوبشيكتيف ثانية ديسكيماناشون اوديتيف كي أعطيهم كلمات كي أقول لهم إذا تخرجوا لي في نوع أم من بعد كي أعطيهم أو تاني كلمات لفهم شي وحدين فيهم كلمات الحرف أم شي وحدين ما فيهم وكي أطلب منهم باش يقولوا لي الكلمة اللي فيها أم عن طريق تصفيق أعطي في الأخر كي أطلب منهم أعطيوني شي كلمة أخرى فيهم أم هذه هم ثلاثة ديالة وكي أطلب منهم في الحصة الأول نمشي في الحصة الثانية دائما في نفس الأسبوع ثلاثة دائما في نفس الأسبوع ثلاثة دائما يعني بحل 큰 كنبال على الحصة الثانية يعني بحل كنكمل على الحصة الثانية بحل لو كفت هنا في في حصة الثانية نبدأ بديك ارتattenت فيها يربيع أم دان دمو بحال حصل لولا انا اعطيه معه تنوعة السيسي لدي الكلمات ماما فامي بابا كمان وخصهم يضنتو فيه وليا دك أم جدي يجفى دير هاد للموات كنقولهم وكنطلب منهم يديو يديو الريبيتيسون معها ماما كوش يقول ماما فامي فامي بابا كمان الاخيري هاد دابا كنديرو لديسكيميناسيون فيزيال لديسكيميناسيون فيزيال اش كنديرو جفى اوبسيرو سورو لليفري لكونتنو دو لريبريك جنتور للموات كنجو وا لليتر هاد لريبريك هادش فيها قالي كندور على للي كلمة اللي فيها ام انت ما عندكش لليفري اش غاد دير هاد جبت هاد كتب لي واحد ربعة ديال كلمة اللي خمسة وغاد دير لي جنتور للموات كنجو وا لعليتر ام يعني لطاش اللي كيدورو يعني كيخدمو بديو جيكسبليك يعني كنشرح تعليمة وكنطلب منهم باش يدوروا الاكتيفتي ايجو بروسيد على كوريكسيون كوليكتيف بو انديديوديل دو الاكتيفتي صعب؟ يعني من بعد كندير لهم تصحيح ديال النشاط يعني شنا والله باشيكتب ديال هاد لسيونس هما انهم كيمشيون لا ديسكيميناسيون ويزيول ده بكي يشوفو ام في اللول كيتامدو على السنة فقط بس استخرجو داك ام غيك يسمعوا الكلمات ويقول لك واش فيها ولا لا ده بلا كي يشوف خصو يشوف داك ام الى بان ليف في كلمة كي يدور على الكلمة كلها هاد هو الوبجيكتف ديال هاد لسيونس هادي من بعد كتنتقل من الكلمة الى لاليتر ام من بعد كنا كنقولو ليه يدور على الكلمة كلها يلا فيها ام دا بلا غا تطي عودين واحد سيسي لدي الكلمة هاد قول ليه جونتو على لتر ام هاد غا تطيقيني لها وثاني كامال ماما مار الى اخيري عود ما يدور على كامال كلها كيدولين على هاد ام ولا دا بعارف كيفاش كيرسن ام دانك هاد في ما يخص الحصة التانية هاد حصة التانية الوبجيكتف ديال هاد هي لا ديسكيميناسيون ويزيول ولكن دائما كم بدور لا ديسكيميناسيون ويزيول عاد فيزيول واننا كنعطيوها سيسي لدي الكلمات هاوما ماما فامي بابا كامال وكن نقول ليه وكن نرفقها بواحد تاليما واحد لكانسين ليا جونتو لومو كنجو وا لالتر ام دانك ماتلا هاد ماما فيها ام اندور عليها فامي فيها ام اندور عليها بابا ما فيها اش كامال فيها من بعد جيكس بيك يعني بحالك انشرح لكانسين ويجو دومون دوزا اندورياليزي الاكتفيته بيجو بحالك دائما كلكونو في اي تاليما اعطيتها في تحضير ولا تاني ولا تلسس كل اكتفيته كل اكتفيته اكتفيته راك ادير لي هادو جيكس بيكاني كانت شرح انا داك اللي اكتفيته سيستيكلا كونسين ويجو بخوصيد على كوريكسيون كوليكسيون كوليكسيون واندوريال من بعد كان دوز جنتور لالتر ام كان اعطيه واحد ثلاثة ديال الكلمات فيهم داك الحرف من دروس وكان قول لي ادور لي على الحرف فقط مش الكلمة كلها تمنى كونا الشواث ده بس سالة الأسبوع الاول سالة الأسبوع الاول في جيش ديال الحصص على مشهول أسبوع تانيح توا في جيش ديال الحصص باش نكملو داك الحرف لأسيان سالة كان ديرو العبال جو دمون دوز اپرنوان دوز بسربي لبسربي لبسربي دولغال نفس الحاجة باش استرجو ليا جامن لزيليف اديري ادنفية ديما كنتون ام رانقو لهم يقولوا ليا كلمات فيهم ام حي تشارع دوز نفي أسبوع دوز رابع ديما كنتون اللي فنعم ام اللي كي اسمع ام كي اسفقو هذا مجرد رابع ولكن أهم حاجة هنا هي لإدنفكاتي دوز الاسلام إذا كنت تشوف في كل المحالة لدي واحد لبجيكتف مثلا في حصة الأول لبجيكتف ماشي 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 سيسمع ماشي ماشي حصة الثانية الوبجيكتف ديالها لدي سكيميناسي فيزيول حصة الثالثة الوبجيكتف ديالها هو اليدونتيفكاشن دياله المقاطع سيسترج المقاطع اللي فيهم ام ناس طريقة عنعطيه كلمات دائما عنا بحال لغة العربية بحال القراءة المقطعية عنعطيه كلمات فيهم داك الحرف مدروس يجو دومون هي كل مقطع كي اسفق لي علش بحال باش في الخر كندي اللي الاستدراج باش يقول لي يش نوع المقطع اللي فيه ام بحال دك الشي اللي درنا في العربية كنه مثلا قولوا للي اه 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 فاش كنها كنقولو اتقطع فاش كتقول لي متلا دة ربون كي وي شحل فيها المقطع كي Break دا ر بون هل هي هذه دونك كن ديرو تقطع لكات لكاليمات الآن باشي سخرج ليا داك الحرف اللي في ام دونك قراء المقطعية ناش الحاجة بنسبة لخوانسي جدمون دوزا بخوانون دوزا بديما برشاك سيلاب جدمون دوزا بخوانون دوزا برشاك مان دوزا بشاك مان دوزا كنت يعني كيقولهم بواحد بواحد يعني كيف رقهم واحد بواحد من بعد كيحسبهم كل مقطع شحال فيه من كل كلمة شحال فيها من مقر مثلا هندي ك ما ل دونك جدمون دوزا برنو دوزا بديما بور شاك سيلاب ك ما ل جدمون دوزا برنو الاخلي دوزا برنو دوشاك مان دونك هنقول كا بوحدة ما بوحدة البوحدة شحال فيها من مقطع ان دو تخوة تخوة سيلاب جانبت لزيلة وبيان زبخون اغلوكاليزي دبع غير اغلوكاليزي فين كان ذاك الحفل المدرس لا سيلاب كنت ن ام ايدو لا كولوغي يعني دبع كي يلونها من بعد ما كان ديرو تقطيع الولدان تقطيع ديال الكلمة من بعد كي يقرأ من بعد كي يقول لك شحال فيها من مقطع من بعد كي يقول لك من بعد كي يقول لك شنا هو المقطع اللي فيه ام واشكا فيها ام لا ما فيها ام مزيان كي يلونها اللي ما فيهاش دونك هذا هو الوبجيكتف ديال السيونس 3 بور السيونس 4 كنت ديرو لالكتور دي مو دائما كنت دير الابيل ولكن الوبجيكتف ديال هاد السيونس هو قراءة للكلمات جولي يجو في لير اللي سيلاب كان قراءة مقاطع اللي مو كنتونه ام ماما ميزون فامي وكان طلب منهم يقرأهم يعني كان اعطيه واحد السيلاب كبيرة ديال الكلمة اللي فيهم يعني بحالة شتو الحصة الرابعة بحالة كان ديرو التثبيت يعني من بعد ما كيتطعرف على ام السامع ديالو ثم كي يشوفو ثم كيلونو عاد هنا يعني كيتتدرب على القراءة ديال داك الحرف لك في الكلمات ادعوه موبجهك ديال نسيونس 4 لك لك لا تستخدم لك لك كلمات ثم حصة الثانية نديرو حصة الثالثة في الأسبوع الثاني نديرو الإدانتفكاسيون وكيدير المقاطع وكيدير تقطيع الكلمات حصة الرابعة كيقرأ يعني للكتور ديال الكلمات اللي فيهم هذا كل ما يخص للكتور شكرا